تقريبا شخص علة كبيرة يعاني منها المجتمع العراقي والروتين وهناك صعوبة لكل بواطن عراقي لما يريد يصل إلى حقه في أخذه من أي مؤسسة من أي دائرة وهذه المشكلة هي مسؤولية ودور جميع الذي هو على مستوى السلطة على دور الناس الرقابيين كذلك حتى ثقافة مجتمع حم تتحكم بذلك أنه هناك وعي ورفض لتلك الممارسات وتشخيص المجتمع العراقي أنه يكون عامل متدافع من أجل إنهاء تلك الممارسات التي هي ظلم كبير في حق المواطن العراقي وانت تلاحظ شيء من حقوق الإنسان البسيطة جدا المواطن يعاني منه وأعتقد هناك أيضا جانب آخر تتبناه الحكومة عليها أن تطور من أنظمة إدارة تلك الملفات وتدخل الحكمة الإلكترونية في تسهيل هواي مهام أمام المواطن العراقي بدل هذه الطوابير المتراكمة على بواب الدوائر